ايه يا حمدي اسماعيل الليلة مش بيغني بماذاك خالص ممكن يكون تعبان ولا حاجة دي اول مرة خلص لمجدته في ربع ساعة هكيت في حاجة مضايقة انا بوسي ديها اه ملكة المسارع ملكة الكريم حيوان خرتيت خرسيس انت ادب يوك زوك يوك موخ يوك بالله طالله اطرد حزراتكم اكسوا برا حضرتك ممكن توفري على نفسك وصلة الرتح الاناظوري دي هاتي للستة نازيهة اغنينها وانا يب بكري اول شهر تدفع اجرى مقدم انا ادخل اجيب نازيهة تغني لها طراب قديم نغم عصمالي اه معروف طبعا نغم عصمالي امان 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 او 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 امان امان او 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 امان امان يعني زولي في الكازر وزولي كمان في البنسيون معلش يا جمعين اصبر لحد انت او استاس انا حاسس ان الولايه التركيه دي هتقولي خد اسماعيل الكلبه بتاع تحميه ولا بديعه هتيجي تقولي بدل ما تبوس ايديه يا بوس رجليه وبعدين معاك بقى حيجي اليوم اللي بديعه فيه تحترمك غصبا عنها ومش هتجروا انها تخليك من شلة المنافقين اللي حواليها تقدر هي مثلا مثلا يعني تقدر تعمل كده مع الاستاذ بشارة واكيم انا فين والاستاذ بشارة واكيم فين ده هو بطل كل الروايات بتاعتها والمخرج بتاعها يعني الاستاذ بشارة اتولد بطل ومخرج لأ هو وصل اللي وصله ده ازاي بالصبر صبر وصمد وخليها تحترم وغصبا عن عينيها امار اه يا اسماعيل لو شفتني اول ما ابتديت شغل في تياتر وبديعه ده اه لو تعرف اللي حصل لي انا تبهدلت زي حضرتك بالزبط لا الصراحة اقل شوية بجد اه استاذ صادق اي يا حبيب انا فاضل اديها على المريض طب من لحيلك وبالك لسه فاضل تقريبا لنص ساعة طب اخش بقى ابوس ايدي الست يا استاذ اسماعيل بكير لسه حسين منيجي بعد وما دخل على المسرح معلش يا صادق انا خلاص بقيت مؤمن عمل زي اللي تعود على الافيون لازم كل يوم اخش ابوس ايديها اوعى من قدامي بضل مخبط دماغ في ايض اوعى اخوه اوعى شو المجنون يا عمي يا لطيف صار مضمن يبوس ايدي مادام بديعة